مرحبا بكم في مكتبة العم عارف سأقص عليكم اليوم نبذة قصيرة عن حياة الكاتبة الإنجليزية الشهيرة ماري شيلي صاحبة كتاب فرانكنشتاين منذ طفولتها كانت ماري شيلي تحت التأثير الشخصي للأدباء الكبار في عصرها كان الشاعر الإنجليزي الكبير ريتشارد لامب يزور منزل والدها باستمرار كما كان الشاعر سامويل كولريج يقرأ بصوته مقاطع من قصيدته الطويلة الشهيرة البحار العجوز في منزل العائلة ولد ويليام جودوين والد ماري في عائلة محافظة في وقت مبكر من حياته أظهر اهتماما بالدين وانضم ليعمل كواعظ في الكنيسة لكنه لم يمكث طويلا في مهنته أكسبه عدد من الخطب تلتها بعض الكتابات الفلسفية الجادة مكانة محترمة في العالم الأدبي تزوج جودوين من ماري وولستون كرافت التي كانت هي نفسها كاتبة كتابها الدفاع عن حقوق المرأة الذي دعا إلى المساواة في التعليم والفرص في عالم التجارة بين الجنسين جعلها مشهورة ولدت ماري شيلي في الثلاثين من أغسطس من عام 1797 وتوفيت والدتها بعد ذلك بعشرة أيام كافح جودوين لرعاية ماري وأختها الكبرى بعد سنوات قليلة من وفاة زوجته الأولى تزوج مرة أخرى لكن الزواج الثاني لم يكن محظوظا لأن زوجته لم تكن تفهم نظريات وفلسفة جودوين ورفاقه وأدت الظروف المالية السيئة إلى زيادة الضغط على الأسرة في سن السابعة عشر هربت ماري مع الشاعر الإنجليزي الكبير بيرسي شيلي إلى سويسرا في هذه الرحلة ألفت أول مشروع أدبي لها وهو كتاب وصفت فيه رحلتها رغم أنه ينحدر من عائلة أرستقراطية فلم يكن لشيلي إلا القليل من المال كان في ذلك الوقت شاعرا غير معروف فهو لم يشتهر إلا بعد فترة طويلة من وفاته كانت عائلته تعينه بمبالغ ضئيلة وعاش على وشك الإفلاس لسنوات ويرجع ذلك أساسا إلى الأموال التي اقترضها لنشر أعمال السيد جودوين والذي لم يغفر له هروبه مع ابنته ماري كانت عائلة شيلي تعتبر بيرسي مثل البطة السوداء كتاباته المعادية للدين سرعان ما جلبت له بغض الناس في إنجليترا في إطار بحثهما عن بيئة أكثر إمتاعا ذهب الزوجان الشابان إلى إيطاليا هناك أثناء لقاء الزوجين مع الشاعر الكبير بيرون ولدت فكرة فرانكنشتاين المناقشة لتجارب داروين ثم التخمينات حول إمكانية إعادة الحياة إلى الجثث ألهبت خيال ماري شيلي الخصب رؤيتها لكابوس يتعلق بهذا الموضوع أقنعتها بأنها يمكن أن تكتب رواية من شأنها أن ترعب القارئ لم تكتمل الرواية وتنشر إلا في وقت لاحق وجلبت لماري الشهرة على الفور على الرغم من أنها كتبت العديد من الروايات الأخرى والتي لاقت استحسان الجمهور في ذلك الوقت فإن فرانكنشتاين هو الكتاب الوحيد الذي صمد أمام اختبار الزمن مات بيرسي شيلي بعد تحطم قاربه قبالة الساحل الإيطالي في عام الف وثمانمائة واثنين وعشرين ثم شقت ماري طريقها للعودة إلى إنجلترا وكاد الفقر يتبعها إلى قبرها لكن عائلة شيلي خصصت معاشا تقاعديا صغيرا لها في عام الف وثمانمائة وأربعة وأربعين انتقل لقب العائلة وممتلكاتها إلى ابنها بيري فلورنس وهو الوحيد الذي عاش من العديد من أطفالها توفيت ماري شيلي في الحادي والعشرين من فبراير من عام الف وثمانمائة وواحد وخمسين عن عمر يناهز ثلاثة وخمسين عاما أتمنى أن تكون هذه النبذة عن حياة ماري شيلي قد أعجبتكم وأراكم في حلقة مقبلة إن شاء الله اشتركوا في القناة